أحمد سعد يوجه رسالة حدة لبيومي فؤاد لازم تعتذر هل الصدقي تكشف عن رأيها في موقف بيومي فؤاد وموقف غريب للزعيم السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة ودفعيلي زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جوال 14 برو ماكس وساحب عالمية ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة محمود سعد يوجه رسالة حدة لبيومي فؤاد لازم تعتذر أعلق الإعلامي محمود سعد على تصريحات الفنان بيومي فؤاد الأخيرة والتي أثارت جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بسبب اعتذار سلام عن مصرحية زواج استناعي وشارك محمود سعد جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا محمود سلام خد موقف شجاع وهو عزيزة على قلبي ومقدرش يشارك في المصرحية لأنه مش بيحتقر الفن لكنه فعلا مقدرش يقف على المصرح وهو في الحالة دي الممثل طبيعة عمله صعبة عكس الصحفي والمهندس وكان من المفترض أن سلام ياخد الموقف وهو ساكن وملهاش لازمة أنه يعلن لكن موقفه محترم وهو في القلب والعين وأضاف الحكاية مش مستهلة هو تصرف شخصي منه هو مش وزير ثقافة بلد ومش بيتكلم باسمه أمة أو دولة ولا نقيم ممثلين ولا نقيم موسيقيين هو ممثل فقط قال كلمتين وحشين على المصرح ومش فاهم يعني إيه فنان ده تصرف شخصي منه وهو مش فاهم يعني إيه فنان لما بيمثل بلد يقول إيه وتابع أنا معرفش بايومي لكن بقوله راجع نفسك يا بايومي واطلع أقول أنا آسف عشان كلامك كان هرتلة وإنت فنان وليك جمهور والجمهور لابد أن يحترم ولابد أن تقول للناس أنك كنت منفعل زيادة عن اللزوم والموضوع حينتهي وهجم الفنان بايومي فؤاد زميلها محمد سلام في نهاية عرض مصرحية زواج الصناعي بموسم الرياض وقال بايومي فؤاد من حقك أنك تعتذر عن المصرحية لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم إحنا بنقدم فن مصري وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا شيء عظيم أني أخرج أتصور مع شاب سعودي ومع سيدة سعودية وهي تعلم أني مصري أنا بشرف بلدي هالة صدقي تكشف عن رأيها في موقف بايومي فؤاد وموقف غريب للزعيم تحدثت الفنانة هالة صدقي عن الخلاف الذي حدث بين الفنان محمد سلام والفنان بايومي فؤاد بسبب هجوم الأخير على زميله بعد اعتداري عن مصرحية بموسم الرياض موضحة أنها تحترم وجهة نظر السلام بسبب عدم قدراته العمل تحت ظروف صعبة وقالت هالة في تصريحات تلفزيونية دي قدرات بس يمكن إحنا بنمر بظروف صعبة جدا هو ليه قدرته وقصيته واحترامه تشارك الفنانة هالة صدقي لأول مرة في موسم الرياض بمصرحية صوا بعزينة والمقرر عرضها خلال الفترة القادمة مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني وبعد فترة غياب استمرت حوالي أكثر من عشرين عام ويتم عرض العمل فور الانتهاء من مصرحية زواج استناعي المشارك في بطولتها الفنان بيومي فؤاد حيث لقى كثير من الانتقادات عقب تصريحاته الأخيرة هالة صدقي تعلق على خلاف بيومي فؤاد ومحمد سلام ما دخل الكبير أوي علقت الفنانة هالة صدقي على خلاف محمد سلام وبيومي فؤاد مشيرة إلى أن الأخير له مطلق الحرية في رأيه وله وجهة نظره ولكن السوشيال ميديا هي التي أشعلت القصة وتبعت الفنانة هالة صدقي خلال مداخلة التلفزيونية عبر برنامج تفاصيل الإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية صدى البلد اتنين السوشيال ميديا مش محترمة لأن الناس ثبت القضية والناس اللي بتموت وساموا الناس اللي مش عارفين نوصل لهم المياه والأكل النظيف ومسكوا في قضية فرعية احنا في مصيبة كبيرة اتنين زمله وكل واحد ليه وجهة نظر لازم نحترمها في النهاية لفظ غير متوقع من هالة صدقي بسبب أزمة بايومي فؤاد أكدت الفنانة هالة صدقي أن الزعيم عاد الإمام انهار بعد وفاة مصطفى متولي خاصة عندما تم استكمال العمل بممثل آخر لكنه قرر استكمال العمل وانهار بعد الانتهاء منه وقالت هالة صدقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تفاصيل عبر فضائية صدى البلد اتنين تقديم الأعلامية نهال طايل أن الفنان بايومي فؤاد حرم في وجهة نظره مؤكدة أنها تحترمه لتقديس مهنته وأداء عمله بإخلاص وتبعت الفنانة هالة صدقي أن الهجوم الذي تعرض له على السوشيال ميديا تم بطريقة غير محترمة وأشرت هالة صدقي إلى أن الجميع يشعر بغضب وحزن شديد لما يحدث لأهلنا في غزة ولكن لابد من الجميع أن يعمل لدعمهم ماديا والتبرع لهم سواء بالغذاء أو الدواء فنانون سعوديون يدعمون بايومي فؤاد بعد أزمته الأخيرة نرحب بك فاجأ عدد من الفنانون السعوديون الفنان بايومي فؤاد بالترحيب به ودعمه بعد أزمته الأخيرة التي واجهها بسبب حديثي عم حمد سلام أقبى انتهاء عرض مسرحية زواج استناعي وذلك أثناء بروفات مسرحية تطبق الشروط والأحكام والمقرر عرضها خلال أيام بموسم الرياض ونشر حساب موسم الرياض عبر موقع أنستجرام مقطع فيديو للاحتفال بايومي فؤاد واستحضور عدد من الفنانين السعوديين بإحضار ترتع عليها صورته ويهتفون له آه يا بايومي وعلق الحساب عليها الفنانون السعوديون يرحبون بالفنان الكبير بايومي فؤاد ويجري بايومي فؤاد البروفات النهائية لمسرحية تطبق الشروط والأحكام والمقرر عرضها يوم عشر نوفمبر الجاري وذلك برفقة الفنانين أكرم حسني وأسيل عمران ومصطفى غريب ومحمد أتاكا واسماعي الفرغلي بايومي فؤاد يتجاهل أزمته الأخيرة ويروج لمصرحياته الجديدة في موسم الرياض يبدو أن الفنان بايومي فؤاد تجاهل أزمته الأخيرة بعد كلمته في موسم الرياض والتي تسببت في غضب كبير على السوشيال ميديا بعد حديثه عن محمد سلام وفي أول رد فعلا عملي له بعد الواقعة نشرت الصفحة الرسمية لبوليفارد سيتي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو له وهو يروج فيه لمصرحياته تطبق الشروط والأحكام والتي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض من عشر إلى أربعة عشر نوفمبر الجاري وقال بايومي فؤاد خلال الفيديو انتظرونا بإذن الله في مصرحية تطبق الشروط والأحكام النجم أكرم حسني ونجمة السعودية أسيل عمران وللشرف أن أكون معهم انتظرونا بإذن الله في موسم الرياض من عشر إلى أربعة عشر نوفمبر أتمنى أن تشرفونا ونتمنى أن نكون عند حصن ظنكم بايومي فؤاد أمام نيران الفنانين والإعلامين بعد مهاجمة محمد سلام والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات ما هو سبب ما يحدث مع بايومي فؤاد لا تنسوا أن تشاركونا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي ترجمة نانسي قنقر